قال رئيس السيسي أن دخل قناة السويس عندما قررت الدولة تطويرها كان 4.5 مليار دولار سنوياً وبعد تطويرها ارتفع دخل قناة ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار حالياً متوقعاً أن تصل إيرادات القناة إلى ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سنوياً هل كان ممكن قناة السويس اللي كانت دخلها 4 وفي أحسن الحالات 4.5 مليار دولار ما يتمش تطويرها وييجي النهاردة بعد تقريباً 7 سنين يكون دخلها السنة دي وصل لـ 8 مليار دولار هل كان ممكن أن احنا نتجاوز ومنطورش القناة دي عشان تجاب التطورات في التجارة الدولية ونسيبها زي ما هي كده ومنستفدش بالرقم اللي أنا بقول عليه دلوقتي واللي احنا منتصورين عندما عملت الدرسات لموضوع قناة السويس أنها تستهدف الوصول إلى 10 أو 12 مليار دولار سنوي هل الرقم ده جنب الرقم اللي تم تطوير القناة في ساعتها يعتبر رقم كبير ترجمة نانسي قنقر